مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية في البداية أحب أوجه يعني انتباه حضراتكو إنه هذا اليوم شهد توطر شديد في العلاقات المصرية الإسرائيلية توطر واضح، توطر صريح، توطر يتم التعبير عنه وليس توطرا مكتوما وليس توطرا في يعني كلام بعيد أو تلميحات سياسية أو أو الطرفين النهاردة وجهوا لبعض اتهمات شديدة واضحة النهاردة أظن أن التصريحات اللي كانت على لسان مصدر مصري رفيع النهاردة الصبح هي من أقوى التصريحات اللي طلعت منذ بداية هذه الحرب المأسوية وأحب بس أوضح لحضراتكو إيه اللي حصل لأن هذا الأمر ردود أفعاله مستمرة حتى يعني الوقت اللي احنا بنتكلم فيه يعني لغاية من خمس دقيق في تصريحات طلعة من أمريكا قبلية بساعتين كان فيه مؤتمر صحفي كبير لنتانياهو قعد ساعتين جزء كبير منه لعلاقة بمصر خلينا أقول لحضراتكو إيه اللي حصل النهاردة عشان حضراتكو تبقوا عارفين أن هناك توترا واضحا بعض الناس يقولوا أن دي يعني مساجلات كلامية يعني ما فيش فيها مشكلة ولكن تأدير أنا وجايز نشوف اللي يام الجاية حيحصل فيها إيه إنه توتر شديد قال مصدر مصري رفيع المستوى صباح الاثنين بحسب القاهرة الإخبارية أن مصر تجدد تأكدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدماتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع حالتكو فاكرين من كم يوم أنا قلتلكو إيه وعا أي حد يقولوكم أن الموضوع ده مش مهم المصر لأنه كان فيه كلام كده هو مش مهم لا هو مهم جدا ومصر قد عبرت عن هذا بشكل رسمي أكتر من مرة وتم التعبير عنه في اجتماعات ومفاوضات مفتوحة ومغلقة وكل شيء وأضاف المصدر المصري أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسوها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة كما حمل المصدر الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة واعتبر أنها تسعى لفرض أمر واقع جديد على الأرض للتغطية على أزماتها الداخلية إسرائيل عندها النهار يعني مش النهار ده بينما نتحدث الآن أزمة داخلية كبيرة النهار ده فيه إضراب في إسرائيل عارف يعني إيه أن الإسرائيليين يعملوا إضراب إضراب في إسرائيل وقد فشلت الحكومة الإسرائيلية أنها تستصدر قرار من المحكمة بوقف هذا الإضراب النهار ده فيه شلل كامل في إسرائيل من بعد حادث مقتل الست رهاين الإسرائيليين اللي حصل من يومين هذا الأمر قد وضع ضغطا رهيبا على رئيس اشتركوا في القناة